صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائي المصرية أهلا بحضرتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا عبد السمد صباح الخير عليك يا بسمت يا رب اللهم أمين جمعة مباركة على الجمعة صباح الخير عليك يا بسمت وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر حلقة يوم الجمعة الموافق 2 يونيو وإحنا بنتكلم على شهر يونيو تحديدا لابد أن نتحدث عن ثورة 30 يونيو و30 يونيو عد عليها 10 سنوات 10 سنوات بنتكلم عن ماذا تحقق من مشروعات وتطوير في كل القطاعات اللي اشتغلت عليها الدولة المصرية بالتوازي في كل المجالات زي ما مهم جدا اللي احنا نتكلم عن ملف الطرق والنقل تحديدا خاصة إن الملف ده حصل فيه تطوير كبير كلنا بنلمسه وكلنا بنشوفه يوميا في تنقلاتنا ذهابا وإيابا سواء كان في الشغل أو في أي مشوار بنعمله في حياتنا اليومية وروتين حياتنا اليومية سواء كان في القاهرة الكبرى أو في محافظات الجمهورية لأن الدولة ركزت من أول يوم على تنفيذ المشروع القومي للطرق المشروع القومي للطرق اللي قدرنا من خلال تنفيذه اللي احنا نقفز بالتصنيف الدولي لمصر في هذا المجال كنا في 2014 في المركز رقم 118 النهاردة احنا بنتكلم على المركز رقم 28 في مجال جودة الطرق عالميا ويمكن لو هنتكلم ده بلغة الأرقام لكن دعالوا ننزل ونشوف الوضع في الشارع كان عامل إزاي كلنا نتذكر الحوادث اليومية اللي كانت بتكون موجودة في الطرق يعني ربنا يسلم ويحفظ الجميع النهاردة اعتقد ممكن نقول الحوادث دي تكاد تكون مش موجودة والسبب الرئيسي في ده اللي احنا بقى عندنا طريق الطريق ده يعني بيحفظ أولا أمن وسلامة المواطن المصري يعني زي ما انت قلت انا الرقم 28 ده استوقفني لانه رقم كبير جدا احنا عدينا مراحل كتير قوي صحيح انا واحدة من الناس مثلا اللي كنت عشان اروح من مكان لمكان باخد وقت كبير جدا النهاردة انت ممكن تروح من أقصى اليمين لأقصى الشمال في المحافظة القاهرة الكبرى عمتا يعني من القاهرة للجيزة ممكن تاخد بالكتير قوي ساعة لربع وفي نفس الوقت تلاقي الطرق سلكة يعني ما فيش مشاكل ما فيش حاجة بتعوق حركة السير دي من الحاجات المهمة قوي وفي الحقيقة الجودة دي او جودة الطرق دي او التطوير اللي احنا شفنا في الطرق انعكس على كل حاجة في حياتنا زي ما قلت لحضراتكم هو سهل حركة المرور والتنقل سواء في الطرق الرئيسية او من خلال المحاور الجديدة اللي بتربط ما بين المحافظات والاقاليم النهاردة بتروح لمكان لمكان بكل سهولة زي ما احمد كاليسة بيقول الحوادس قالت بشكل كبير ساعد على وجود بنية تحتية مهمة للاستثمار لانه جودة الطرق والبنية التحتية هي من اهم وسائل جذب الاستثمار والتنمية وزي ما كنا يمكن بنتكلم من كم يوم يا احمد وبنقول انه لما يجي حد مستثمر عايز يستثمر في اي مكان في تشكة الجديدة شرق العينات اي حتة هيعود يقول طب انا ازاي هابني هنا او ازاي هستثمر هنا لو ما فيش طرق بتوصل المحافظات بعدها البعض تحقيق بسانت يمكن امبارح واحنا كنا بنتكلم في فقرتنا الخاصة عن ما حدث في يعني او ما بعد 30 يونيو تحديدا في ملف زي ملف الزراعة كنا بنتحدث عن الدلتا الجديدة الدلتا الجديدة احنا او مشروع عفوا مشروع مستقبل مصر مشروع مستقبل مصر هو يعتبر الركيزة الاساسية للدلتا الجديدة طيب مكان مشروع مستقبل مصر ده ازاي كان الناس هتوصل له علشان نقدر نزرع ازيا من مليون وخمسين الف فدان بمحور رود الفرج الضبعة الجديد اللي يمكن الناس في بداية انشاءه وتصميمه طبع عندنا كبر اكتوبر موازن محور رود الفرج لا انت بتربطي الشرق بالغرب بالشمال بالجنوب انت قدرتي من خلال اكتر من سبع تلاف طريق جديد تم اضافتهم في الشبكة القومية الرئيسية للطرق في مصر اللي انت تغير يعني خطط التنمية وتعمل استراتيجية جديدة حقيقية للاستثمار والمستثمرين ده طبعا كمان غير تطوير الطريق والطرق الرئيسية زي طريق الصعيد الصحراوي الغربي وكمان تطوير طريق السويس الاسماعيلية وانشاء طريق شبرى بنها الحر والقوس الشمالي من الطريق الدائري الاخريمي وكمان طريق الجلالة والمحاور اللي على النيل مشروعات كتيرة جدا لو تحدثنا عنها اعتقد الكلام هيطول ويطول لان كلنا لمسنا الطفرة الحقيقية اللي حصلت على الارض شفنا ازاي الطرق دي قدرت اللي هي زي ما قالت بساند تدعم خطط التنمية المستدامة للدولة تقدر اللي هي تجذب الكثير من المستثمرين لان انت اصبح عندك طرق تقدري بسهولة جدا تدخلي المناطق الوعرة تدخلي المناطق الحدودية بمنتهى السهولة جدا تعملي مصانع هناك تعملي اراضي زراعية هناك تزراعي تستثمري وقريبة من الموانئ مهما كانش برضو تطوير طرق بس فيه كمان موانئ حصل فيها تطوير لسه هقولك حيلا ان المشروعات النقلة دي مش بس طرق لا يعني هو فيه تطوير كبير او يحصل في قطاع السكة الحديد والتحديث اللي تم سواء في تطوير العربات او توريد جرارات جديدة تطوير المخطات والمزلقانات ده انشاء القطار الكهربائي الخفيف التحديث اللي بيتم في كل خطوط المترو كل ده ساعد على تسهيل حركة المواطن والاهم من كل ده هو توفير وسيلة نقل لأدمية كريمة راعي المعايير العالمية كلنا لما بنسافر اي مكان في العالم بنشوف بننبهر بالطرق على فكرة يعني كانت من الحاجات اللي احنا نقود نقول الله لو احنا عندنا الطريق ده الله لو احنا عندنا المترو ده الله لو احنا عندنا القطر ده لكن النهار ده احنا بنطور ده وبنشوف ده عندنا والاهم من كل ده كمان انه ولادنا يعني بخير قادرين ان هم يسوقوا على الطريق من غير ما يبقى فيه الحوادث اللي احنا كنا بنشوفها قبل كده الساحل الشمالي اللي كان كل سنة بيضيع فيه شباب قد كده نهاردة التطوير اللي حصل فيه حمانة وحمى الرادارات اللي احنا بنشوفها في الشارع حمت شباب كتير جدا من السرعة والتهور عايزة كمان النهاردة أبقى بشوف بقى الناس اللي بتعدي الشارع يعني ايه يلتزموا بإشارات المرور بتاعتهم عشان برضو ايه ما يبقاش أول ما الإشارة تبقى خضرة الناس تبتدي تعدي الشارع وفيه كبري عبور مشاه نلتزم بقى بيه هي فكرة ده زي ما احنا كنا انتي قلت حاجة مهمة جدا احنا كنا بنقول نفسنا يبقى عندنا طريق زي الطريق اللي موجود وانتي الكلمة دي وانتي بتقوليها بس انت جات لأدهاني فكرة او كلمة سيادة اللي هو سامير فرج لما قال قدام الرئيس وشكره على جودة الطرق وقال له انا كنت موجود في فرنسا وكنت بشوف الطريق ستة حواري او ستة حارات وبقول ليه ما يبقاش عندنا في مصر ده النهاردة في مصر بقى عندنا تمن وتسح حارات فاحنا بنشكر سيادتك وطبعا كلنا بنوجه الشكر والتحية لصاحب الارادة الحدية اللي يمكن لما بيقرر لهو يعني الموضوع ده هيتعمل يبقى لازم يتعمل مهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ويوجه ليه الشكر بسبب الجودة اللي موجودة ويمكن ملف الطرق ده تحديدا خلانا نقدر ونقول وبقوة ان هنا القاهرة هنا الجمهورية الجديدة صباح الخير على حضرتكم صباح الخير يا مصر